في ظل غياب الدعم عن الفلاحين وتراجع مردود المحاصيل الزراعية أسس أبو مأمون الفلاح الحوراني جمعية للفلاحين لتعنى بشؤونهم حيث يتم إحصاء الأراضي الزراعية وحل المشاكل العالقة وتقديم بعض الدعم من بذار وأسمدة وأكياس خاصة بالحبوب إن وجدت رغم ضعف الإمكانيات لديهم نحن فلاحين في محافظة درعة في المنطقة الجنوبية إن مشاكل متعرضة يوميا لمشاكل من الحبوب البذار وأدوية للزراعات أسأل زراعنا الحمص وبدنا ندوه وبدنا نبخيل وما عم نلاقي وما في ولا جهة أعمل محافظة درعة نحن في مدينة بصر الشام أسسنا جمعية فلاحية أنا والأخوان الفلاحين ونتلقى مشاكل من الفلاحين يوميا وقدر ضمن إمكانياتنا من ساعدهم يعتمد معظم أهالي ريف درعة على الزراعة في حياتهم اليومية ومع قلة كمية الأمطار مقارنة مع الأعوام الماضية يسعى فلاح درعة لإيجاد بدائل من خلال مكتبهم وذلك عن طريق جهات داعمة لزيادة الأراضي المروية بعد انخفاض مساحتها للنصف وارتفاع أسعار المحروقات وغلاء المواد الزراعية انخفضت مساحت الأراضي المروية بمحافظة درعة لن نصب بسبب قلة الأمطار وغلاء المواد الزراعية وعدم القدرة على حفر الآبار من حاول أن نبحث عن حلول بديلة تصاعدنا على تحسين الإنتاج يسعى أبو مأمون جاهدا لينظم عمله أسوة بالمؤسسات الثورية الموجودة في المناطق المحررة وأن يكسب الدعم من قبل جهات أخرى حال أبي مأمون كحال فلاحين كثر يسعون لإيجاد حلول بديلة تساعدهم على تأمين محاصيلهم الزراعية ليساهم مكتب الفلاحين بالتخفيف من أعبائهم وسط رضيق أيامهم شام مقداد لأورينتو نيوز درعة